الوحدة التاسعة النقل العام جميع المدن ومعظم البلدات في كندا لديها وسائل نقل عام مثل الحافلات، متر الأنفاق، السكك الحديدية الخفيفة، والترام للناس لاستخدامها وهي تختلف على أساس المكان الذي تعيش فيه فهي طرق سريعة وبأسعار معقولة للتنقل في مجتمعك لاستخدام وسائل النقل العام، يجب عليك دفع النقود عند استخدام السيارة أو شراء تذكرة أو بطاقة مرور سوف تحتاج إلى تقديم المبلغ النقدي الصحيح المحدد لشراء تذكرة للنقل العمومي ذلك أن السائق لا يتداول النقد وعادة ما لا يكون بإمكانه توفير فكة احتفظ بإثبات الدفع طوال رحلتك بالنسبة للطلاب والأشخاص فوق سن الخامسة والستين عاماً توفر مدن عديدة نقلاً عمومياً بتكلفة مخفضة في عديد من المدن والبلدات توجد وسائل نقل للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على التحرك مثل الحافلات المجهزة خصيصاً للغرض أنت والركاب الآخرون عليكم الوقوف في الصف في انتظار ركوب وسيلة النقل العمومي قبل صعود وسيلة النقل، اسمح للركاب بالخروج أولاً في الحافلة أو الترام، اضغط على زر لتنبيه السائق عندما ترغب في النزول إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للوصول إلى مكان محدد، اسأل السائق واجلس بالقرب منه في مقدمة الحافلة أو الترام إذا كان باستطاعتك، قدم مقعدك لشخص أكبر منك سناً، أو شخص ذي إعاقة، أو امرأة حامل، أو كهل له أطفال صغار هناك مؤشرات طوارئ على وسائل النقل العمومي بإمكانك تفعيلها عند اللزوم يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول وسائل النقل العام والخرائط والتذاكر عن طريق الاتصال أو زيارة محطات الحافلات والقطارات المحلية أو أكشاك المعلومات أو عن طريق البحث عبر الإنترنت من الممكن المشي واستخدام دراجة هوائية في العديد من المدن هذان بديلان صحيان للقيادة أو استعمال وسائل النقل العمومي هناك الكثير لمعرفته حول المواصلات في كندا اسأل منظمتك الممولة من الحكومة أو جهاتك الراعية عن المواصلات في مجتمعك عند وصولك